رغب صلى الله عليه وسلم في الاستماع لهذا القرآن ولتدبر آياته والتفكر في معانيها قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب قد رغب صلى الله عليه وسلم في حفظ هذا الكتاب كما قال صلى الله عليه وسلم الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب وقد قال الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في تلاوة هذا القرآن فقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وقد قال الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم وجورهم ويزيدهم من فضله ورغب صلى الله عليه وسلم في الاستماع لهذا القرآن ولتدبر آياته والتفكر في معانيها قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ترجمة نانسي قنقر